اشتركوا في القناة الدعاء يا ترى في ادعية معينة او انا بادعي بطريقة غلط وفي طريقة صح ليه في ادعية معينة ما بتستجبش لنا اسئلة كتير جدا بترد على ذهننا وعقولنا الحقيقة بتبقى يعني ممكن نلاقي لها اجابات وفي اسئلة ما بنلاقي لها اجابات ولكن خلينا نقول ان الوقفة المراضي ووقفة مختلفة هنجاوب فيها على اسئلة كتير جدا من اللي بترد في ذهن الناس كتير جدا ولكن خليني في البداية ارحب بضيفي اللي منورني في السودي النهاردة فضيلة الشيخ باها الدين خطب برحب بك فضيلة الشيخ اهلا وسهلا يا أستاذ اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا خلينا نقول ونبتدي باللي انا قلته مثلا في البداية المعاصي عايزين نسأل سؤال كده هو لماذا نعصيه نعم الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ثم اما بعد الانسان يعني جبل على انه ممكن يكون يعصر الله سبحانه وتعالى ولكن في الاصل ان خلق الانسان على الفطرة شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله في الحديث الصحيح في صحيح البقاء ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطرة ثم يهودونه او ينصونه او يمجسونه لكن يعني يولد على الفطرة والفطرة هي شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لذلك يقول اهل العلم لو اخترع جهاز وصلت على بطن الام الحامل اليهودية لسمع صوت الجنين يقول لا اله الا الله محمد رسول الله اذا ما من مولود صيغة ناكرة والناكرة تفيد العموم ما من مولود الا يولد على الفطرة فاحنا اصلا يعني كل واحد عنده نسبة من الايمان عنده صفاء عنده نقاء لكن الاحداث وليما بيكبر وليش فترة البلوغ وانه يقدر على حسب المجتمع اللي هو عايش فيه ممكن يعصر الله صلى الله عليه وسلم بدون قصد هي دين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه كل من ادم خطاء حديث صحيحه وخير الخطائين التوابون الانسان ممكن يخطأ بس لكن بدون قصد هي دية الايه ولكن لازم يرجع الى الله صلى الله عليه وسلم من قريب انما اللي بيصر على المعصية هي دي المشكلة هي دي المشكلة لذلك احنا دائما ابدا بنقول للشباب وللكبار وللصغيرين وللرجال وللنساء وللبنات يعني من صفات المتقين ربنا بقول كده في القرآن ايه صفات المتقين الذين ينفقون في الصراء والضراء والقاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اسمع بقى او كل واحد يسمع دلالات القرآن ومعاني القرآن والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله افتكر ربنا انه اق reduz times ربنا حزب على كل صغير وكبير انه ربنا ممكن يقبل منه وعايش لسهه الى ان تصل الروح الى الحلقون والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا الجنوب والفأة في التعقيب الفوري فاستغفروا الذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله العل بقى اللي جئت اهم ح الرجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون لذلك يقوله أهل العلم لا صغيرة مع إصرار إنسان يعمل صغيرة يعني يرتكب معصية ممكن تكون بسيطة يعني يعلي صوته على الولدة على أي حاجة من الحاجات اللي هي الأحداث الطبيعية والانفعالات الطبيعية بس لازم يعاتب نفسه ويرجع من قريب على طول يتذكر أنه ده أخسن خطأ وده غلط وده حاجة حرام المفروض أنا دي معصية من المعصية أرجع عليها على طول داي باستنى السؤال الثاني يا سيد فضلت شايف دلوقتي إنه فيه ناس من الشباب كتير قوي تقول أنا بعمل معصية فأنا خلاص أنا مش هصلي أنا مثلا لو جينا إيه إيه سعى الصلاة مثلا بس أنا مش هصلي أنا يعني أنا بعمل كل ده وربنا هتقبل صلاة حتى يمكنك تقولهم إيه آه هو بنقول للشباب والكبار وكل طواقف المجتمع اوعى يصل إليك هذا المعنى دي وساوي الشيطانية ده نزغ شيطاني بيحاول أنه يصدك عن سبيل الله عز وجل لكن احنا من قولها من صفات المتقين والذين إذا فعلوا فحشة يعني أو ظلموا أنفسهم والظلم هنا بيصل بس عشان دلالات القرآن هنا أعلى درجات الظلم الشرك بالله والعزو بالله وأقل درجات الظلم ألا يسال لسان الإنسان أنه يغيب بس ثانية عن ذكر الله سبحانه وتعالى طب إزاي الشرك ظلم قال تعالى في سورة القمان إن الشرك إيه لظلم عظيم والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلم أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذنوبهم ومن يغفروا الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا أهل العلم يقولوا إيه لا صغيرة مع إصرار بنقول لك ما تسرش لا تعالى من قريب أوعى أن أنت المعصية ربنا يقبلك أباب التوبة مفتح في أي وقت طبعا لأنه ربنا بيقول كده حتى للإنسان المؤمن الصادق العامل اللي بيعبد ربنا يعني يقول من بيدعيه أقول لبيك يا عبدي وللمؤمن العاصي يقول لبيك 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 يا عبدي هي كده ولذلك في الحديث القدسي عن رب العزة كما ذكر في كتاب التوبينة لابن قدامى يقول الله عز وجل عبدي أنظ إلى السماء وارتفعها أنا عايز كل حد يركز في المعاني الجميلة دي أنظ إلى السماء وارتفعها وإلى الأرض واتساعها وإلى الجبال وشموخها وإلى الشمس وشعاعها وإلى كل متحرك وساكن وظهر وباطن الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي عبدي أذكرك وتنساني أسطرك ولا تخشاني أتركك حتى إذا أيقنت بالبوار وأيقنت أنك من أهل النار أوليتك غفراني ومنحتك رضواني وقلت لك لا تحزن لقد غفرت لك الذنوب والأوزار ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار هناك كرم بعد هذا الكرم عزيز غفار قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مضرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارة كل شاب كل صاب صغير كل بنت كل ستة كبيرة كل واحدة كل راجل كبير راجل شيخ كلكم إلقاؤوا إلى الله عز وجل لا ملجأ من الله إلا إليه بس تقربوا إلى الله صلى الله عليه عملت زيان بعملت معصية ربنا هيقبلك إن شاء الله رب العالمين من قريب إن شاء الله اللهم أمين طيب في سؤال برضو كمان بيرد على ذهن الناس كتير قوي بالنسبة للدعاء هل يستجيب الله دعوة العاصل أكيد طبعا ربنا حتى في عندنا آيات كثيرة في القرآن الكريم قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب شوف دلالة القرآن أجيب دعوة الداعي يعني أجيب جاية اللفظ جاية قبل دعوة الداعي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا إذن ربنا مع نقائل القلب مع الالتزام بالعبادة حتى لو في تكاسل حتى أرجع من قريب فربنا فعلا على حسب النية الصادقة للإنسان إنه بس يا دوبك لسه هينوي إنه هو يدعي ربنا بيقبل الدعاء وبنص القرآن ثاني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبه قبل دعاء الدعوة ربنا ذكر الاستجابة هو الفعل الاستجابة قبل الدعوة يجيب دعوة الداعي إذا دعا فأي واحد عنده معصية ولذلك إحنا بنقول لهم عندك معصية تقرب إلى صحوة تعالى قرب من ربنا ربنا يقبلك لأن ربنا أصلا هو جعل لنا عبادة زي عبادة الصلاة أي العبادة زي قرأت القرآن هي دي الصيانة للنفس البشرية من ربنا مستفدش أي حاجة من العبادة بتاعت ولكن هي الصيانة للنفس البشرية إنت عملت خطيئة بعد الفجر روحت شغلك وتنرفست على واحد في الشغل في الشارع في المكروباص هنا هنا وتيجي صلاة الظهر أخلص الله سبحانه وتعالى وربنا هيغفر لك لو استغفرت وخشعت لله سبحانه وتعالى عملت أي شيء ولو حاجة بسيطة العصر يجي صلاة العصر ولذلك يا ربنا جعلنا صيانة وفي الحديث الصحيح في صحيح البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات بيسأل سؤال على أساس أنه يعني اسمها التقرير للتأكيد يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقول لو لو بيباب أحدكم نهرا نهرا يغتسل منه خمس مرات فبيسأل الصحابة أيبقى من ضراني شيء دي للتقريره أي أوساخة تبقى على جسمه قالوا لا يا رسول الله قال فذلكن الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا الخطايا يعني واحد عمل زم ربنا بيقبلك في صلاة الظهر بيجي صلاة العصر بتيجي صلاة المغرب بتيجي صلاة العشاء أنت صلى ركعتين بس يعني ركعتين في جو في الليل خير من الدنيا وما فيها الدنيا وما فيها آه خير من كل كل ما الدنيا دي عند الله صلى الله عليه وسلم لا تسوي عنده جناحة بعوضة بس أنت أقبل على الله صلى الله عليه وسلم وربنا بيقبلك إنسان المسلم الصادق صحيح طب حدريك تقول إيه لما في ناس كتير قوت وتقول أنا أنا دعيت كتير وبعمل يعني أعمال صالحة والدعاء بتاعي ما بيستجبش آه والدعاء ده يعني عايزته أكتر من حلقتين ثلاثة أربعة لكن إحنا بالسرعة كده نحاول أه نحاول مثلا بنقول كده بالسرعة بالنسبة للدعاء ممكن ربنا هو ربنا مطلع على يعلم خائنة الأعيون ما تخفي الصدور ممكن أقول يا رب رزقني يا رب أنا عايز مال عشان كذا 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 أنا ممكن المال ده ممكن ربنا يرزقني به لكن هيبقى فيه مفسادة علي أنا فربنا بيجعل ويقبل الدعوة يخليها لي ممكن أنا بقدع الدعوة يا رب رزقني عايز كذا عايز مال عايز ممكن فيه بلاء نازل وعنده نزول البلاء والدعوة بتصعد إلى الله سبحانه وتعالى ربنا بيرقاه بينجيه من هذا البلاء لكن مش شرط أنه هو ربنا يستجيب لأنه يعطيه مالا كثيرا لذلك وإن من عبادي الغني ولا يحق له الغنى فإذا أفقرته لفسد حاله وإن من عبادي الفقير ولا يحق له إلا الفقر فإذا أغنيته لفسد حاله وإن من عبادي السقيم فعلا كده دي حقيقة فإذا أصححته لفسد حاله وإن من عبادي الصحيح فإذا أصقمته لفسد حاله فده تقديرات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فالإنسان بيدعي الدعوة وإيه ويكون عنده فعلا يقين وقوة يقين بأن ربنا هيقبلها إن ما قبلهاش الله سبحانه وتعالى على نفس الدعوة اللي هو دعيها ده ممكن ربنا يدخرها له في يوم القيامة ينجيه بس في ساحة العرض على الله سبحانه وتعالى ينجيه يعدي الصلاة المستقيم يعديه من كام موقف إحنا نتعرض له يوم القيامة إذا مش شرط أن ربنا يقبل الدعوة بتاعته مباشرة ولكن بيبقى رحمة من الله سبحانه وتعالى إنه يؤجلها لي في وقت من الأوقات يعلمه الله سبحانه وتعالى إنه بيحبيني فيها إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله طيب عايزين هدرك مثلا تقول لنا إيه الأوقات أو أكتر الأوقات اللي بيتم فيها استجابة الدعوات نعم استجابة الدعوة يعني إيه ما بين الأذان والإقانة عند نذول الغيث عند رؤية الكعبة استجابة الدعاء في وقت الصحر في ساعة قبل بعد العصر كده في الوقت الأخير من بعد صلاة العصر وقبل الغروب يوم الجمعة بتستجاب فيه الدعوة يعني هناك أوقات كتير وفعلا أوقات وأماكن كثيرة بيستجاب فيها الدعوة لكن أحسن وأكد مكان للدعوة وهي في وقت السجود لله عز وجل إن الإسلام يكون قريب من الله سبحانه وتعالى لأن إحنا عندنا الخشوع ده شرط أساسي لقبول الصلاة لذلك يعني إحنا بنقول يا أيها المسلمون يا كل المصلين اخشعوا واخضعوا في صلاتكم وأقبلوا على الله عز وجل بالخشوع لكن ليه لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم بمعنى إن فيه واحد يطلع من الصلاة ديت ما ياخدش ولا حسنة من الصلاة بيصلي يا عم الشيخ انت كده بيتيقسنا إزاي عشان يعني إحنا نصلي مش نافع ونيجي نصلي لا معه انت شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة الإخلاص يعني تقبل على الله سبحانه وتعالى بإخلاص مش عايزين نروح المساجد أو نصلي في البيوت وإحنا نبقى سرحانين في الأحداث اليومية وحصل وما حصلش لا ساعة ما تقول الله أكبر يبقى الله أكبر إيه؟ من كل شيء بمعنى إن إحنا بنقوله إن ممكن الواحد يطلع من الصلاة بتاعته ما ياخدش أي شيء ليه شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة المتابعة يعني إيه؟ إن إحنا نتابع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلوا كما قرأيتهم وني أصلي ما جمش حاجة من عندي إنما أصلي بمزاجي أو أصلي خطف كده زي من نبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد بيصلي قدامه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي هل هو يأسه من رحمة الله لأ ده هو العمل فيه خلل ده آي والعمل فيه خلال والإخلاص في حديث قدسي عن رب العزة يقول الله عز وجل الإخلاص سر من أصراري أوضعه في قلب من أحببته من عبادي فلا يطلع عليه ملك ليكتبه ولا شيطان ليفسده فهو بيني وبين عبدي فأنا بقول لكل واحد كل واحدة ستة كل بنت كل شاب كل راجل صادق معنا صلى الله عليه وسلم تعالى أقبل على الله في العبادة بقلبك ليه لأن حتى في الحديث القدسي يقول رب العزة إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم الأرمال والمسكين والمصاب إحنا حتى ما نحتقرش تارك الصلاة يعني واحد لسه بيسألني بيقول لي يا عم الشيخ وماشي معاه واحد تارك الصلاة فعايز يتمنظر قدامك ودي بيقول لي بقى يا عم الشيخ حكم تارك الصلاة إيه؟ هو متوقع أن أنا أقول له لو كان تاركها تكاسولا يبقى عاصي المواقف زي دي بتتقابل بالتنمر على الشخص آه هي دي المشكلة الكبيرة قلت له حكم تارك الصلاة زي من دكاترة العلماء الأفاضل المقلسين علمونا أن أنت تاخده من قيده وتخليه يصلي معاه قدي حكم تارك الصلاة ليه؟ أنت دلوقتي أنت محافظ على الصلاة إحنا بنقوله قد يعني إيه؟ الله سبحانه وتعالى يعطيك حسن عمل صح ولكن ممكن ما ينقبلش قد يفتح الله عليك باب العمل ويغلق عليك باب القبول وقد يبتليك بالذنب لتتوفي يكون سبب الوصول ما بين طرفة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال في لحظة العاصي اللي احنا بنحتقره دي ممكن يرجع إلى سعوه تعالى بكلمة بسيطة بآية دلالة آية معينة وصلت قلبه بحكمة معينة بتصرف وسلوك معين من الأخلاقيات بتاعتنا لأن ربنا بقول كده وقوله للناس حسنة وأقيموا الصلاة الأخلاق الأول هي دي فاحنا من نحتقرش العاصي ليه؟ إحنا بنقوله ما بين طرفة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال فربنا بيقبل ليه بقى؟ كنا بقى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ما إحنا كنا كنا وإحنا مولدين إحنا بنصلي وفترة الشباب كنا بنقصر في الصلاة وكنا بنطباطأ وكنا بنضيع وقال ربنا فتع علينا باب القبول ليه؟ لأن إحنا أخلصنا يا سبحانه وتعالى يعني ربنا بيقبل فمن احتقرش أي واحد عاصي إحنا بنقول له ممكن في لحظة وقد يبتليه الله عز وجل بالزم فيتوب فيكون صابق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى بيكون أحسن منه من أي واحد طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى في بقى مشكلة تانية بتقابل ناس كتير جدا وهي مشكلة تسترحان في الصلاة الواحد ببقى داخل يصلي وعايز قلبه يخشع بس ما بيقدرش يوصل للدرجة دي صحيح فبيعود طبعا يفتكر أحداث اليوم اللي عنده مشاكل كتير جدا هل راك عارف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والحاجات كتير الموجودة الأيام دي إزاي أو الشخص يعمل إيه علشان يقدر يخلي قلبه يخشع بالدرجة المطلوبة صحيح والله إنه هو إحنا بس أولا يعني لازم نتوضى الوضوء الصحيح لأن فيه ناس بعض الناس عندها ما فهي مخاطئة في الوضوء في الوضوء يتوضى كده وضوء سريع يقول لك ربنا ما هو ربنا غفور رحيم وده يسر والتيسير إحنا ما نقدرش أن يسر إلا بضوابط شرعية بالضبط فكل ما تكون العبادة ومقبل سبحانه وتعالى الإنسان أو المرأة المسلمة أو الرجل المسلم الصادق يقبل بقلبه على العبادة لازم يكون أنه ساعة ما يقول الله أكبر بيرفع إيده بيرفع الدنيا كلها يخلىها خلف ظهره ويقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع أهم حاجة الخشوع ولذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الترمزي وإن من عبادي يشيب في الإسلام ولا يتم ركعة واحدة فقالوا كيف ذلك يا رسول الله إزاي واحد خمسين ستين سبعين سنة وميكملش ركعة واحدة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يتم خشوعها الخشوع أهم حاجة أنا ساعة ما أقول الله أكبر أصلا كلمة الله أكبر ديت ربنا دي مش من أسماء الله الحسنة ما فيش حاجة أسماء الله يعني من أسماء الحسنة أكبر إذن نوضح النقطة دي للسادة المجاهدين فيه الله سبحانه وتعالى كبير لكن ممكن الصفة ديت بنقول فلان كبير في السن ده فلان كبير في الطاعة ده فلان كبير في المقام وهكذا إنما عشان كلمة الله أكبر لأن فعلا الله أكبر من كل كبير يبقى الله أكبر من الأولاد الله أكبر من السلطان الله أكبر من الوزارة الله أكبر من الزوجة الله أكبر من الأموال الله أكبر من البنك الله أكبر من كل شيء ساعة ما أقول الله أكبر دي اسمها تكبيرة الإحرام لذلك سبحانك يا رب احنا مقبلين على شهر رمضان اهوات فاضل ايام بسيطة او طبعا في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك تكبيرة الاحرام خلف الامام اربعين يوما كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار الله سبحانك يا رب اذا احنا اهو لو الواحد التزم بالخمس صلوات ان يحضر بيهم الله اكبر خلف الامام طب اللي هتقول وحدها تسأل يا عم الشيخ طب انا بصلي في البيت وانا اه ساعة ما تسمع الازان وتقول الله اكبر بتاغذي نفس الحكم بالزبط اللي هما بيصلوا في المسجد لان المرأة صلاتها فين في خدرها اللي هي معنى البلدي ما بين السير والدولاب في بيتها بتصلي في بيت بس ساعة ما تتكسلش طبعا ما اغسل الموعين طبعا ما اعمل مش عارف ايه لا الازان بيأزن خلاص خمس دقيقة تتوضي وتصلي الصلاة لوقتها خلاص بتاغذي نفس الحكم تاني الحديثة هو والاعادة فيها الافادة من ادرك تكبيرة الاحرام خلف الامام وانا بقول دلالة اشارة قياسا على تكبيرة الاحرام بالنسبة للراجل بيصلي في المسجد وانت اياتها المرأة في بيتك ساعة ما تسمع الازان خمس دقيقة تتوضي وتصلي في نفس الوقت اللي يلق الصلاة على وقتها تكون حاضر في ساعتها على طول كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار واحد بيقول لي بقى يا عم الشيخ يعني بيامزح يعني بيقول لي بقى انا خلاص خدت براءة من النفاق خلاص بقى قلبي مليان ايمانهم وخدت براءة من النفاق خلاص مش هصلي بعد كده خلاص كده الحمد لله اقول له لا اصلا لما انت هتوصل الاربعين يوم دولة قلبك بقى في المسجد والانسان اللي هو قلبه متعلق بالمسجد هتلاقيه مستعدة للصلاة قبل منها بنص ساعة وبساعة كمان دي من بركة الاتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى سريعا كده كنا لان الحقيقة وقتنا قرب يخلص كنت عايزة نقش حضرك في مشهد حصل الحياة اليومين اللي فاته ومشهد تفضية صحن الكعبة من الناس الحقيقة المشهد ده خض ناس كتير جدا ايه تعليق حضرتك عليه؟ والله صراحة هي حاجة يعني عاملة زلزال في قلب الانسان لكن القائمين هناك على المكان يعني بنقول على حسب تفسيري اني وعلى حسب استنتاجي وتفروسي للاحداث لان انا متابع اصلا ان قالوا المتجمع الكبير ده لو كان بيبقى في ناس جايين من العمرة من اسيا من هنا من الصين من هنا ممكن يحدثوا ايه الانتشار العدوى فاحنا بنقول قاعدة فقية العلماء الافاضل العاملين المخلصين علمون اياها ضرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة واذا تعارضت مفسدتان روعية بارتكاب اخف فيهما فلو كان انا سمعت ان هو انفتح النهاردة المهم كان فيه ممكن تجمع وكان فيه مثلا مجموعة جاية من الصين والمشوفه من فضل ربنا علينا وان احنا مسلمين ان انا من 15 يوم في بداية الانتشار وعلى ما سمعنا ان المرض انتشر ان وزير الصحة الصيني اوصى مع مجموعة اطباء كونسولتو طبي وصوا على كل فرد صيني ان كان رجل او امرأة يغسلوا ايديهم ووجوههم وشوهم يعني حد قدنا خمس مرات في اليوم شو منكرم ربنا وده بيرجع للصلاوات الخمسة اللي هي المسلم بيقديها وربنا امرنا بها من 1400 سنة هي دي حتى انا كنت حاضر ندوة في الاتحاد الاقليمي بتاع الجمعات الاخير المهم خيرية فالدكتورة عادت تتكلم حوالي تلت ساعة ان الاطفال لازم يغسلهم والغسيل اللي مش هو الغسيل العادي ده لازم يفرق ايده كده عادت قلت لها النبي صلى الله عليه وسلم موصينا ازباغ الوضوء وغسل اليدين والبراجم اللي هي ظهر الاصابع عند العقلة اللي هي المفاصل دي هو ده دينا الحنيف وده تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وقلت سبحان الله يعني حتى جايين دلوقتي يقول لك التقبيل واننا البوس والنفس والحاجات دي كلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عن أنس بن مالك دخل رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله يعني بقى بيني أخي المسلم أنحني له أنحني له يعني زي ما في بعض الشرائع السابقة قال له لا قال يا رسول الله أألتزمه وأقبله قال له لا قال يا رسول الله أخذ بيدي وأصافحه قال له نعم نشوف من ألف وعمل سنة إحنا عندنا في المجتمع المصري الجميل نقعد نسلم وبوس وأحضان وحاجات من دي طبعا دي دي الشيء بالفطرة لكن إحنا عندنا شرع عندنا إحنا لازم نقدم الشرع الرباني عن الطبع الإنساني إيا دي توصيات كلها النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا أصافح بس مش شرط التقدير مش شرط الحاجات الزيادية للأسف وقت حلقتنا خلص ونستمتعت جدا بالحوار مع حضرتك ياريت كان في معنا وقت زيادة علشان نقدر نستفيد من معلومات القيمة دي من فيه السادة مشاهدين ولكن إن شاء الله هيبقى في حلقات تانية كتير بشكر فضيلة الشيخ بهاق الدين خطاب بشكر رك جدا على وجودك معي النهاردة وكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة ونشوفكم الحلقات الجاية إن شاء الله إلى اللقاء